موسيقى مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في لقائن جديد مع المفتي والقياد السابق في تنظيم القاعدة محفوظ ولد الوالد شيخ أبو حفص الموريتاني أهلا وسهلا بكم هناك سئلة كثيرة تدور حول شخصية الجولاني بلا شك أنه شخص حذر يدرك ما يفعل تماما أكيل من قبل أبو بكر البغدادي لإنشاء جبهة النصرة لكن عندما وصل إلى سوريا ناء بنفسه عن البغدادي لأنه أدرك بأن هذه الشراكة لن تفيده بشيء والإضفاء صفة الشرعية على هذا الانفصال مضى بإعلان الولاء لظواهري والآن يدعي بأنه فصل مجموعته عن ظواهري لأن هذه الشراكة أيضا لم تعود مفيدة له هل تعتقد الشيخ بأن هذه التصرفات تعزز الاتهامات ضد الجولاني بأنه شخص يخدم نفسه ومخادع ولا يحفظ الولاءات أو هل يراه باقي المتطرفين على أنه سياسي ذكي الذي يفعل ما يلزم لكي ينجوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى في البداية أريد أن أؤكد أني ليست لي معرفة شخصية بمحمد الجولاني وليست لي به معرفة حتى بواسطة مباشرة ولكن من خلال متابعة الساحة الجهادة والشخصيات الظاهرة والبارزة فيها أبو محمد الجولاني هو من الجيل الجديد من الجهاديين الذين أفرزتهم حروب الحروب ما يسمى بحروب على الإرخام أبو محمد الجولاني لما احتل الأمريكي من العراق وكان طالب في الطب في سوريا ولما رأى الفضائع والفجائع والأعمال الشنيعة والفضيعة التي تركبت هو هب مثل آلاف الشباب الذين نفروا إلى العراق لمقاومة الاحتلال هناك التحق بالمقاومة العراقية وبالذات بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بقيادة بمصاب الزرقاب ثم بعد ذلك ترقى في التنظيم حتى احتل مكان مقرب جدا من أبي فكر البغدادي في 2011 مع بداية الثورات الربيع العربي كان كلف من قبل أبي فكر البغدادي بالذهب إلى سوريا لتشكيل جناح هناك تابع للدولة الإسلامية في العراق وفعلا أسس جبهة النصرى ولكن حصلت خلافات في البداية كانت خلافات شخصية وتنظيمية بينهم وبين أبي فكر البغدادي تطورت هذه الخلافات إلى أن وصلت حد أنه أبو محمد الجولاني أراد أن يستقل بجبهة النصرى ولا تكون تابعة للدولة الإسلامية في العراق فأعلن بيعته لدكتور أيمان الضواثي لأمير القاعدة مباشرة وكان من تداعيات ذلك ممور حصلت بعد ذلك تطول ولكن هذا باختصار كيف جاء أبو محمد الجولاني من جامعته في سوريا شاب كان عادي ليست له أي علاقة ولا أي ارتباط التنظيمية السابقة حسب التقارير الموجودة عنه ولكن دفعه إلى ما هو فيه الآن الغزو الأمريكي للعراق والحرب على الغره أبو محمد الجولاني حقيقة متتبع لمواقفه وسياساته يجد مجموعة من الأخطاء مع مجموعة من النقاط التي يحسبها له أنصاره من أهم الأخطاء التي ترتكبها أبو محمد الجولاني هو قبل الإعلان مبايعته لتنظيم القاعدة تنظيم القاعدة تنظيم ملاحق من قبل العالم كله تنظيم جعل الارتباط به والانتماء إليه والتعاطف معه مساعدته يعني ذريعة لشن الحروب على دول أفغانستان سقطت واحتلت بسبب ارتباط حركة طالبان بالقاعدة العراق من الذرائع التي سيقت لاحتلاله دعوة كاذبة بارتباطه بتنظيم القاعدة قدام أبو محمد الجولاني على إعلان بيعته لتنظيم القاعدة كان خطأا استراتيجيا حقيقة أزد على ذلك يعني التداعيات التي ترتبت على ذلك من التداعيات التي ترتبت على ذلك خلاف شديد جدا حصل بينه وبين تنظيم الدولة الذي رفض هذه البيعة وقال إن جبهة النصرة هي جناح الشامي من الدولة الإسلامية في العراق والشام ترتب على هذا قتال بين الطرفين ترتب على هذا أن تطور الأمر إلى أن انفصل تنظيم الدولة بشكل نهاية عن تنظيم القاعدة وحصل ما حصل بعد ذلك من الأخطاء التي تحسب على أبي محمد الجولاني دخوله في احتكاكات مع بعض الفصائل المقاومة السورية وإن كانت بالحقيقة لا تقارن مع النزاعات أو أقول الحالات التي حصل فيها قتال بين تنظيم الدولة وبين بعض هذه الفصائل إلا أن بعضا من ذلك حصل مع جبهة النصرة مما يحسب على أبي محمد الجولاني أنه كما يقول بعض من عرفوه أنا ما قابلته لا أدري هل هذه الاتهامة الصحيحة أو لا ولكن تقال أنه قرب بعض الشخصيات التي توصف بأنها ذات نفس تكفيري وعندها غلوب حقيقة وقربها على حساب شخصيات متزنة ومعتدلة ولها باع في طالب العلم الشرعي وهذا مع أنه هو في خلاف شديد جدا مع تنظيم الدولة خلاف كما قلنا في البداية كان خلافا شخصيا وتنظيميا هما تطور إلى خلاف فكري ثم تطور إلى قتال بالأسلحة وحروب دارت بين الطرفين هذا مما يأخذه بعض مخالف أبي محمد الجولاني من الأمور التي أيضا يأخذها عليه خصومه أنه لم يقدم رؤية واضحة لما يريد أن تكون عليه سوريا يعني هل يريدها دولة إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية هل يريدها دولة علمانية يعني هو يقول خصومه أنه يعطي إجابات غامضة في هذه النحية طبعا قد يقول أنصاره أن بيعته لتنظيم القاعدة وإعلانه لهذه البيعة كان دافعه إليها أنه يريد يعني يكسب شرعية في مواجهة تنظيم الدول لأن أفراده وعناصره وأتباعه إذا لم يعلن بيع واضحة لتنظيم القاعدة الأم يعني قد يتفلتون من بين يديه وبهذا يبررون إعلان هذه البيعة ولكن حقيقة هذه البيعة كانت يعني جاءت بعواقب سلبية جدا على الثورة السورية وعلى الشعب السوري منها تشديد الحصار عليه منها تضييق الخناق منها حتى القصف الذي تعرض له مواقع الجبهة وشخصياتها وتعرضت له مدن وتعرض له مدنيون آخرون طبعا قد يقول قائل أن هذا حصل مع فصائل أخرى لم تعلن انضمامها ولا انتمائها لتنظيم القاعدة ولكن قطعا مع صحة هذا إلا أن الانضمام إلى القاعدة وإعلان ذلك كان حقيقة ذريعة واضحة لمن يريد أن يقف في وجه الثورة السورية ويريد أن يعاقبها ويعاقب الشعب السوري بحجة أن المدافعين عنه يعني هم إرهابيون بين قوسين حسب توصيف المجتمع الدولي من سلبيات إعلان هذه البيعة لتنظيم القاعدة لأن كثير من أنصار الشعب السوري من الذين يعني لديهم استعداد لمساعدته بالمال يعني أصبحوا خائفين من تقديم المساعدة والدع لأنهم يخافوا أن يعرضوا إلى عقوبة ومسائلة ومحاسبة أو حتى سجن أو اعتقال أو اختطاف غير ذلك بحجة أنهم يدعمون تنظيم مصنى دوليا بأنه تنظيم إرهاب في المقابل أنصار الجولاني يقولون أنه حقق أمور استطاع أنه يؤسس تنظيم من أهم التنظيمات دائمة للثورة السورية يعني المقاتلة للنظام والميليشيات التي معه وجبهة النصرة استطاع أنه يشارك في أهم الجبهات في سوريا وكان دوره فاعل وظاهر وحاضر وبارز استطاع أنه يقوم بأهم العمليات والله بعض من أهم العمليات التي سجلت ضد النظام السوري جيش النظام السوري وميليشياته وحلفائه وهذه حقيقة حقيقة تحسب له أنصاره يقولون أيضا أنه كان أكثر مرونة وانفتاح وتقبل للوضع السوري حتى من القاعدة الأم كان لديه مجال للتفاوض ومجال المناورة ومجال للتفاهم الحالة السورية أكثر قطعا من تنظيم الدولة وأكثر من بعض التنظيمات الأخرى أنا أعتبر أنه أهم قرار اتخذه الجولاني قرار إيجابي هو قرار بفكة ارتباط مع تنظيم الدولة وفكة ارتباط مع تنظيم القاعدة فكت ارتباط مع تنظيم الدولة عند بداية تأسيس جبهة النصرة وفكت ارتباط مع تنظيم القاعدة الذي كان قبل أشهر حقيقة هذا القرار موجة نظري هو من أهم القرارات التي اتخذها الجولاني وأعتبر أنه قرارا صائبا لأنه اسم القاعدة والتبعية للقاعدة والارتباط بالقاعدة حقيقة يحمل الشعب السوري والثورة السورية عبء ثقيل جدا ولا يعود عليها بأي نتيجة والأسماء ليست مهمة المهم هو مناصرة الشعب السوري ودعم الثورة السورية والابتعاد عن ما يشوش على هذا يعني يجب أن يكون واضحا لكل تنظيم وكل جماعة تريد أن تدعم الثورة السورية أن عليها أن تعلن أنها تقاوم على الأرض السورية وتقاوم النظام السوري ومن يقف مع النظام السوري في خندق وأنها غير معنية إطلاقا بأعمال القاعدة وبرامج القاعدة لضرب أهداف الدول الغربية سواء كانت في أوروبا أو أمريكا غير ذلك أن هذا عليهم آخذ من ناحية الشرعية من جهة ومضر سياسيا بالقضية السورية من ناحية أخرى الذين ينظرون إلى أبي محمد الجولاني من زاوية الإيجابيات التي ذكرنا هم يعني ربما يعني ينظرون إليه بعين الرضاء التي لا ترى أي مساوى والذين ينظرون إليه من ناحية الأخطاء التي ذكرنا بعضها أيضا هم ينظرون بعين السخت وكما قال الشاعر بعين الرضاء عن كل عيب كليلة وكما أن عين السخطي تبدل مساوي هذا هو وجهة نواري في ما يقال حول شخصية أبي محمد الجولاني في ضوء محاولات الجولاني ليوذبت للعالم بأنه منفصل عن القاعدة وظواهر هل من الممكن أن يحذو حذوه باقي قادة أفرع القاعدة ويتخلوا عن أو يتظاهروا بالتخلي عن أفكارهم المتطرفة في محاولة لكي يندمجوا مع الناس هل سيتم رفض الجولاني والتخلي عنه واعتباره خائن بالنسبة للقاعدة واعتبار محاولته فاشلة ومجرد خدا هناك كثير من المتابعين للساحة الجهادية وحتى من المنتمين للتنظيم القاعدة سواء من التنظيم الأم أو الفروع يرون أنه قد يكون من المفيد لفروع التنظيم أن تفكر ارتباطها بالتنظيم فهذا فك الارتباط إذا تم يمكن أن يأتي ببعض الإيجابية من الإيجابيات التي يمكن أن يأتي بها أنه يقطع الذريعة التي تتذرع بها الدول المحاربة في ضرب الأماكن والمواقع التي توجد فيها هذه الفروع وضرب الدول التي توجد فيها وربما احتلال هذه الدول فربما يرى بعض الناس أن هذه الفروع إذا فكت ارتباطها بالتنظيم بأن هذه الذريعة سوف تضعف وتخف وإن كان لا تزول بالنهاية التجربة في سوريا تجربة جبهة النصرة وفكت ارتباط وتحولها إلى جبهة فتح الشام هذا حقيقة لم يترتب عليه شيء من ناحية الإيجابية العالم لا يزال يصنفها تنظيما إرهابيا ولا يزال يعاملها كذلك ولا يزال يستهدف مواقعها ويغتال قادتها ولم يتغير شيء يعني وهذا حقيقة قد يكون عامل مثبت بالنسبة لي أي فرع من فروع التنظيم يريد أن يفك ارتباطه بالتنظيم ويتحول إلى تنظيم آخر ولكن مع ذلك يعني سوف تضعف الذريعة وتخف على الأقل عند بعض الأطراف لكن موجهة نظري أنه إذا حتى يكون فكت ارتباط له نتيجة وله فائدة وله ثمرة يجب أن يكون حقيقة فكت ارتباط يتم بالتراضي ما معنى يتم بالتراضي يعني لا يكون انشقاق لأنه إذا كان انشقاقا سوف يؤدي إلى اقتتال واحتراب داخلي ويحصل مثل ما حصل بين جبهة النصرة وبين تنظيم الدولة في سوريا وحقيقة أنه هذا ضرر محض يعني يعني هذه الفروع تستقل إذا رأت ذلك ولكن أيضا على التنظيم الأم أنه يعني يتفهم مثل هذه الظروف ويسمح لها بذلك ولا يتم ذلك عن طريق انشقاق يؤدي إلى مزيد من الاحتراب والاقتتال الأمر الآخر في حالة انفصال مثل هذه الفروع يجب أن تعلن بشكل واضح وصريح جدا أنها غير معنية أبدا بسياسة القاعدة في ضرب أهداف في الدول الغربية يجب أن تكون واضحة في أنها هي يعني جاءت لنصرة هذه الشعوب الوقف معها في وجه الظلم ودعمها ومهمتها مقتصرة على ذلك يعني ولا تنجر إلى برنامج القاعدة في ضرب أهداف في الدول الغربية وضرب هذه الأهداف كما ذكرت فيها أكثر بمناسبة عليهم آخذ شرعية وعليهم آخذ حتى سياسية وبيّنت التجالب يعني أن ضرره أكثر من نفعي هذه مسلة مما يشجع على فكرة استقلال هذه الفروع وانفصالها عن تنظيم الأم هو أن بعض هذه الفروع أصلا كانت تنظيمات قائمة قبل القاعدة يعني انضم إليها وهو تنظيم قائم يعني وهي حقيقة الآن هذه التنظيمات الآن حقيقة ارتباطها بالقاعدة الأم هو في جانب كبير منه وارتباط أدبي فقط يعني وإلا فهي مستقلة على ما أظن يعني في قراراتها في الأمور التي تقوم بها على الأقل في مجالها وفضاءها الجغرافي وأظن أيضا أنه يعني في أمور أخرى هي كذلك يعني لأنه هذه التنظيمات بعضها التحق مثلا القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هي التحقت بالقاعدة الأم بعدما أصبحت كيانا قائما وتنظيما يعني موجودا يعني يسهل عليها الانفصال ولكن كما قلت هذا الانفصال إذا تم يجب أن يكون بالتراضي ولكن عن طريق الشقاق وعن طريق يعني يؤدي إلى احتراب واقتتال بين المسلمين هذا طبعا من باب تخفيف الضرر وإلا أنا من معروف يعني أن أنا أخالف القاعدة الأم في كثير من أفكارها وأراءها وتصوراتها وسياساتها كما أخالف القاعدة الفروع يعني في ذلك يعني ولكن هذا من باب تخفيف الضرر الحاصل على المسلمين بسبب وجود مثل هذه التنظيمات في بعض بلاد المسلمين طبعا بقي أن أذكر أن قرار أي فرع من فروع تنظيم القاعدة بالانفصال يعني هذا يتوقف على نجاح أو فشل التجربة في سوريا إذا نجحت تجربة الانفصال في سوريا وشجعت هذه التجربة وشجع هذا الانفصال وعملت جبهة فتح الشام على أنها فصيل من فصائل المقاومة في سوريا وليست يعني هي القاعدة هذا قد يشجع فروع أخرى على أن يسلكوا نفس الطريق وفي المقابل إذا رفض هذا الأمر كما هو حاصل الآن من قبل المجتمع الدولي وقيل لهم أنتم إرهابيون إرهابيون سميتوا نفسكم نصرة أو سميتوا نفسكم فتح الشام انضميتوا للقاعدة ولم تنضموا إليها هذا حقيقة يعني يجعل هذا الباب مسدود ولذلك الآن في سوريا هناك من يطالب من داخل سوريا بمراشعة قرار فك الارتباط والعودة إلى القاعدة لأنه لم يترتب على الانفصال أي نتائج وبالتالي يعني يطالبون بالرشوع في جميع الأحوال سواء نجح تجربة الانفصال في سوريا أو لم تنجح الجلاني لن ينظر إليه من قبل قادة فروع القاعدة على أنه خائم لأن الانفصال في سوريا تم بالتراضي بين جبهة النصرة وبين قيادة تنظيم القاعدة فبالتالي يعني هي تجربة كان متفق عليها بين الطرفين وفي جميع الأحوال سواء كان نجحت أو فشلت فيعني لا أظن أنه أبو محمد الجلاني سوف يحمل ويتهم بأنه يعني خان لأن الذي فعله تم بالتراضي والتوافق وبعد تشاور حسب ما سمعنا في البيانات الصادرة من قيادة تنظيم القاعدة الأمير ونائب الأمير العام وجبهة النصرة أيضا فهذا أمر تم بالتوافق والتراضي بينه وبالتالي لا أظن أنه سوف يصنف أو يحكم عليه بأنه خائم بسبب أنه يفكد ارتباط مع تنظيم القاعدة الشيخ لدي سؤال حول إعلام القاعدة كيف ينعكس ما يحدث داخل القاعدة تحديدا لماذا خرجت كلمة أبو خير المصري النيب العام لظواهر مؤسسة المنارة البيضاء الذراع الإعلامي للنصرة وليس عبر مؤسسة السحاب الذراع الإعلامي للقاعدة فهل كانت خطوة مدروسة للقول بأن الجولاني هو الذي يتحكم بقاعدة القاعدة في سوريا أو من خلال رسالة أبو خير مثلا أبو خير أراد القول بأنه لا يزال يحتفظ بولائه للقاعدة على أكس تصريحاته الرسمية أم أن مؤسسة السحاب لم تعد محل ثقة كيف تفسير ذلك؟ أنا حقيقة بعيد عن الساحة في سوريا وبعيد عن الساحة طبعا أكثر في أفغانستان وباكستان حيث يتوقع أن تكون القاعدة الأم ولكن هذا الأمر قد يكون أمر غير مخطط وغير مدبر قد يكون أمرا تم اتفاقا هكذا وقد لا يكون قد يكون يعني اختيرة المنارة البيضاء لأسباب وأتصور أنه قد يكون بين هذه الأسباب أن حدث من هذا القبيل يتعلق بفصال جبهة النصر عن تنظيم القاعدة وتحولها إلى جبهة فتح الشام أن هذا حدث متعلق بالشام ومتعلق بجبهة النصر ومؤسس المنارة البيضاء هي جناح الإعلامي لجبهة النصر وبالتالي من الطبيعي أن تكون جناح الإعلامي للجبهة هو الذي يصدر من خلاله بيان يتعلق بالجبهة ويتعلق بالساحة في الشام وقد يكون هناك سبب آخر والله أعلم هذا تحليل واستنتاج أن بيان من هذا القبيل في أهميته وهمية توقيته وهمية لحظته يحتاج نوع من التحكم والقرب والتواصل مع الجهة الناشرة يتوفر مع جبهة النصر عفوا يتوفر مع مؤسسة المنارة البيضاء ولا يتوفر مع مثلا مؤسسة السحابة التي هي بعيدة وتابعة للتنظيم الأمية هذا قد يكون سبب من الأسباب هذا تحليل وليس يعني يساعد معلومات في المجال ولكن قد يكون هذا هو السبب الله أعلم أما من حيث أن مؤسسة السحاب فقدت الثقة فيها في مرة سابقة قد قيل بعض الكلام عن وجود بعض العناصر في مؤسسة السحاب ولكن أقول أن هذا تجاوزت مؤسسة السحاب لأن مؤسسة السحاب بعد هذا الحدث وحدث فك الارتباط ظهرت فيها كلمات متتالية للدكتور أيمن الأمير القاعدة منها رسائل مختصرة إلى أمة منتصر وصلت هذه الرسائل تقريبا أربع رسائل ثم حتى في مناسبة 11 سبتمبر الماضي أيضا أصدرت إصدارا جديدا لأمير التنظيم بعنوان أبات الضيم فبالتالي ما أظن أنه يعني هناك الآن تشكيك في مصداقية أو كفاءة مؤسسة السحاب ولكن قد يكون السبب في اختيار مؤسسة المنار البيضاء هو ما ذكرت والله أعلم المنصة الإعلامية للقاعدة مؤسسة السحاب كانت فاعلة خلال هذا الصيف والربيع وأصدرت العديد من الفيديوهات للظواهر ولكنها توقفت فجأة خلال الشهرين الماضيين هل تعتقد أن هذا مثلا صمت الظواهر هو محاولة منه لتعزيز إعلان الجولاني للإنفصال وهذا الصمت هو الإعلان المعارضة والاستياء من فرار الجولاني وابو الخير فيما تصور أنه لا علاقة بين غياب أمير القاعدة خلال الشهرين الماضيين عن الظهور وبين قرار فك الارتباط بين جبهة الأسراء سابقا وبين تنظيم القاعدة لأنه أمير القاعدة الدكتور أيمن ظهر بعد فك الارتباط أكثر من مرة ظهر تقريبا خمس مرات ست مرات من خلال مؤسسة السحاب أيضا ولم يبدي ما يدل على استيائه من هذا الانفصال فك الارتباط بل الذي ظهر من تنظيم القاعدة الأموم من خلال بيان نائبه العام بأن القرار تم بالتراضي والتشاور بين الطرفين وليس فيه ما لا يرضى عنه دكتور أيمن لا أرى هناك علاقة غياب دكتور أيمن عن ظهور خلال شهرين أتوقع أن هذا شيء طبيعي في مثل الظروف التي يعيشها يعني الظروف الملاحقة الأمنية ظروف صعوبة التواصل ظروف صعوبة الحركة ظروف صعوبة اللوجست التي هي التواصل بينه وهو وبين يعني مراكز المراكز الإعلامية التابعة للمؤسسة أتوقع أن هذا قد يكون هو السبب وليس له علاقة بموقفه من قرار فك الارتباط بين شبهة نصر وبين تنظيم القاعد بالنسبة لمستقبل القاعدة ذكرت في لقاء سابق أن قاعدة القاعدة قد تنتقل إلى سوريا أو أي مكان آخر فما هو هذا المكان بالتحديد وكيف يمكن أن ينعكس هذا الأمر على قيادة القاعدة لا أدري بالضبط أي مكان ستتخذ القاعدة قرار بالانتقال إليه بقيادتها المركزية ولكن هناك مكانان يعني هما المكانان المرشحان موجهة نظري المكان الأول هو بلاد الشام والمكان الثاني هو الجزيرة العربية وبلاد الشام أهم موجهة نظري في هذه المرحلة لأنها المعركة فيها أكثر شراسة والحرب أشد الضراوة وأهل السنة فيها يتعرضون لإبادة تقريبا من قبل أحلاف دولية وقوة إقليمية تدفعها يعني دوافع دينية وعقائدية وطائفية ومذهبية وقومية ومصالح استراتيجية واقتصادية وسياسية وهذه هي البيئة بالضبط التي تزدهر فيها الجماعات الجهادية عندما تكون فيها هناك فئة من المسلمين تتعرض للطحن والإبادة والظلم يتخلى عنها العالم فتظهر الجماعات الجهادية المدافع الوحيد عن هذه الفئة وهذه الطائفة هذا متوفر الآن في بلاد الشام بشكل أكثر وضوحا وأكثر ظهورا مثل على ذلك بلاد الشام أقصد بلاد الشام بمفهمها الواسع ليس فقط سوريا بلاد الشام تاريخيا هي أرض الرسالات وهي ملتقى الحضارات وأرض الديانات وهي منطقة تلاقي وتلاقي بين الحضارات والأمم أيضا وبين بعض مجموعة من القارات أيضا تلتقي فيها قاروة أوروبا من خلال بحث الأبيض المتوسط بقاروة إفريقيا بقاروة آسيا تلتقي فيها قوميات إسلامية أيضا مختلفة فيها العرب وفيها الأكراد وفيها التره تشهد توتر يعني مركب توتر فيها أبعاد دينية وأبعاد طائفية وأبعاد قومية وأبعاد مذهبية وأبعاد حضارية زيد على ذلك أنه توجد فيها يعني إسرائيل هذا هذه البؤرة السرطانية المزروعة في قلب الأمة ولكل جماعة جهادية تتمنى أن تكون منها بحيث تستطيع أن تنال منها بأن هذا يعطيها مصداقية ويحقق بالنسبة لها هدفا نفترض أن القاعدة يعني توفرت لها الظروف لنقل قيادتها المركزية أو لاتخاذ أمر معين لكن لا ننسى أنه نحن في الوقت الحالي في وضع لا ليس للقاعدة وجود رسمي في بلاد الشام يعني أمير القاعدة قبل أشهر دعا للنفير إلى بلاد الشام وهذا إدراك منه لأهمية بلاد الشام ولكن حقيقة الآن الشام لا يوجد فيها وجود رسمي ولا تنظيمي للقاعدة وإن كان يوجد فيها كثير من المتعاطفين مع القاعدة وفكرها ولكن رسميا ليس لها وجود وبالتالي هذا نحن نتحدى أن أمر لم يحصل بعد أكيد أن القاعدة في هذه الحال سوف تكيف نفسها مع الوضع الجديد لأنه قد يصعب وجود انتقال القيادة الفعلية الحالية من بلاد خراسان إلى بلاد الشام في ظل صعوبة الانتقال والحركة بالنسبة لهذه القيادة هذا أمر لا يمكن أن نتحدث عنه الآن لأنه أمر لم يحصل بعد وخاصة أنه أمام واقعا القاعدة لسهوش دراسمي في بلاد الشام ولكن في حالة أنه حصل يعني أظم سوف يكون نقلة مهمة جدا بالنسبة للقاعدة لأنها سوف تنتقل لأول مرة إلى قلب ومركز العالم الإسلامي الشيخ ما إذا استقرت القاعدة في سوريا هل هذا يعني بأن الجولاني سوف يكون الأمير والأفضلية ستكون لأبو الخير في سوريا أو أبو مصعب عبدالودود مثلا بالمغرب أو والريمي في اليمن مثلا أن يعينوا الولاء والبيع للجولاني هذا أيضا هو أمر آخر سابق لأوانه ولكن أتصور أنه في حالة أنه انتقلت قيادة القاعدة إلى بلاد الشام سوف يكون الأمير في بلاد الشام هو الأمير العام للتنظيم والأمير العام للتنظيم أستبعد أن يكون في هذه المرحلة يعني أبو محمد الجولاني لأكثر من سبب أو لأن أبو محمد الجولاني الآن ليس عضو في التنظيم لأنه فكّل ارتباط به وهو ليس عضو فيه وإن كان يعني كان عضو فيه في السابق الأمر الثاني القاعدة لا زال عندها أمير موجود صحيح أنه بعض أعضاء القاعدة وبعض أتباعها وبعض عناصرها قد يكون لديهم بعض المآخب على على سياسة التنظيم وسياسة قيادته ولكن لم يصل التذمر حد يعني المطالبة بإقالة الأمير واستبداله بأمير آخر الأمر الآخر الذي يعني يستبعد أن يكون الجولاني هو الأمير الجديد للتنظيم هو أنه ما زال يوجد صف من القيادات القديمة في القاعدة يعني هو أسبق وأقدم وأكثر خبرة وتجربة من الجولاني وبالتالي يعني لا أتوقع أنه في هذه المرحلة يعني يكون أبو محمد الجولاني يعني مرشحا لأن يكون أميرا عاما للقاعدة خاصة بعد قرار فك الارتباط بين شبهة النصرة وبين تنظيم القاعدة الشيخ ردوى نعرج قليلا على خطاب ظواهري ماذا تتوقع أن يقول في شهر أيار الماضي سنة 2016 أصدر ظواهري تصريح أنفر للشام كيف كان يلوم المتشددين بأنهم لم يستفيدوا من أحداث الربيع العربي حول العالم مشيدا بأن سوريا هي المكان الوحيد الذي حقق به المتشددون مكاسب ظاهرة ألا يعتبر هذا الأمر إذ بات على أن الظواهري منفصل عن الواقع الحقيقي أو ربما لا يجيد قراءة الأحداث برأيك كيف سيتغير خطاب الظواهري مع استمرار المتشددين في الخسارة أو مع احتمال مواجهة النهاية الكاملة في سوريا ما هي الاستراتيجية التي تتوقع أن نسمعها من الظواهري في ضوء الخسائر التي يواجهونها في سوريا ومن ضمنها انشقاق الشخصيات الكثيرة والكبيرة والقيادية في جبهة النصرة مثل أبو سليمان المصري وموت فاروق القحطاني في أفغانستان ماذا سيتغير ماذا مثلا سيقول الظواهري لكي يرسم صورة إيجابية للبقية من مناصره هل سيتخلى عن السلطة لشخص آخر لعلى الذي قصده دكتور أيمن الظواهري في خطابه الذي أشرته إليه هو أن سوريا هي البلد الوحيد الذي استقرت فيه الأمور في شكل مواجهة مسلحة بين فصائد تحمل السلاح في وجه نظام وحلفاء يعني يبيد شعبه الذي قصده هو أنه في سوريا لأنهم حملوا السلاح لم يستطيع أحد الاتفاف على الثورة سوريا ولعله لا يقصد أنها نجحت في الوصول إلى هدافها وإنما وصلت إلى أنها حققت بعض المكاسب على الأرض وأنها تحمل السلاح ولا أحد يستطيع الالتفاف عليه لعل هذا الذي يقصده والله المكاسب الظاهرة التي يقصد الدكتور أيمن إذا كنت فهمت كلامه فهي هذه يعني سيطروا على مدن معينة سيطروا على مناطق واسعة جدا استطاعوا أن يهددوا النظام مرحلة معينة استطاعوا أن يحصره في نطاق ضيق معين لعل هذا ما قصده يعني استطاعوا أن يملكوا سلاح يعني لعل هذا ما قصده بالمكاسب وإلا يعني ليست هناك مكاسب غير هذه يعني في سوريا هناك مسألة مهمة جدا وهي أن دكتور أيمن الظواهري في خطابه قبل بضعة أشهر كان يتحدث عن سوريا باعتبار أن سوريا فيها جناح من أهم فصائل المقاومة وهو جبهة النصر الآن لم يعد للقاعدة وجود رسمي ولا وجود تنظيمي في سوريا بالتالي أنا لا أتصور أن الدكتور أيمن معني أصلا بالحديث عن سوريا كجزء أو كساحة يعمل فيها تنظيم القاعدة لأنه الآن رسميا ليس هناك وجود القاعدة جبهة النصر وتحولت إلى جبهة حتح الشام والقاعدة لم يعد له وجود هناك بالتالي لا أتوقع أنه سوف يتحدث عن سوريا من منطلق من العالم الإسلامي ملتهبة وهو مهتم بهذه المنطقة فقط من حيث الانشقاقات التي تحصل في سوريا أو من حيث العثرات التي تعرض لها جبهة فتح الشام أو يعني أي أمور سلبية تعرض لها جبهة لا أتوقع أنه أيضا الدكتور أيمن سوف يتحدث عنها باعتباره مسؤولا عنها لنفس السبب السابق لأن جبهة فتح الشام لم تعود جزءا من القاعدة وبالتالي لم تعود مرتبطة تنظيميا بالدكتور أيمن ولا الدكتور أيمن مسؤول عنها مسألة هل سيقدم دكتور أيمن استقالته وهل سيعين من يخلفه يعني استبعد أن يكون في شيء من هذا القبيل في هذه الظروف الآن يليس هناك يعني الآن يعني ما يستدعي هذا لأنه صحيح أن الدكتور أيمن يعني هناك من ينتقد بعض يعني سياساته وله تحفر على بعض يعني قراراته ومواقفه داخل تنظيم القاعدة حسب ما يتسرب من المواقف ولكن لم يصي الأمر حد المطالبة بتقديم استقالته أو بتعين يعني خليفة له وبالتالي لا أرى أن الأمر يعني والد على الأقل في هذه المرحة بخصوص مقتل القحطاني في أفغانستان القحطاني أنا لا أعرفه شخصيا حتى ما تعرفت عليه إلا بعد يعني مقتله وما نشر عنه معلومات يعني القحطاني هو كان يعني شخصية مهمة في تنظيم القاعدة في أفغانستان ولكنه ليس شخصية مهمة بتلك الدرجة يعني القاعدة فقدت مؤسسها وأميرها ومولها شيخ السامة وفقدت نوابه وحفظ وعبيدة وفقدت كثير من القاعدة من قتل ومن أسر واستطاعت التغلب وتجاوز هذه الأحداث جماعات جادية حقيقة عندها قدرة على تجاوز مثل هذه الأحداث صحيح تتأثر بها وصحيح هؤلاء يتركون فراغا ولكن يعني جماعات الجهادية تستطيع التغلب على هذا لا أظن أن هذا أمر مؤثر في قيادة دكتور أيمن لتنظيم القاعدة المفتي والقياد السابق في تنظيم القاعدة الشيخ أبو حفظ الموريتاني شكرا جزيلا لكم على إيطاحت الفرصة مشاهدين الكرام جميعا وإلى لقاء آخر